هنتكلم في كل الحاجات واتح لكمان ويانا الحكايات هنتكلم في كل الحاجات واتح لكمان ويانا الحكايات اتكلم واحنا هنسمعك محدش يقدر يمنعك اتكلم واحنا هنسمعك السلام عليكم وبرحة بحرككم في حلقة جديدة من برنامج كلامنا في المضمون في البداية عايز اقول كل سنة وكل مصر بخير وسلامة وسحة بمناسبة انتصارات اكتوبر بمناسبة 47 سنة على مرور اعظم الحروب في التاريخ الحديث زي موصفاء الخبراء العسكريين هي اكتوبر 73 وفي الحقيقة مروى اكتوبر 73 من اعظم الحروب اللي تمت لان كان فيه فرق شاسع بين القوات واسرائيل كانت بدعمها امريكا بالاسلحة والمعدات والتكنولوجيا استكملا لكلامك يا محمد طبعا ان حرب 73 السادس من اكتوبر العاشر من رمضان سنة 73 دي كانت تعتبر نصرة للمصريين كلهم في كتير من المصريين لحد تلوقتي وبالذات شبابنا الصغيرين ما يعرفوش يعني حرب 73 ليه حرب 73 هم ليه كل شوية بيحتفلوا بحرب 73 هنعرف كل ده بالزبط وبالتفصيل من ديوفنا اللي بنورينا النهاردة في الاستوديو حاب ارحب بيهم اهلا بيك يسعدنا ويشريكنا يكون متواجد معنا السيادة المستشار احمد عزمي رئيس اللجنة العليا لمكافحة الارهاب والفساد اهلا بسيادة المستشار وادفنا اللي مشرفنا بردك شعرنا الاستاذ احمد مرسي عضو اتحاد كتاب مصر اهلا بيك شعرنا الجميع اهلا وسهلا محافظاتك اهلا وسهلا بيكم في الحقيقة الحلقة دي معمولة وخصوص عشان الشباب الصغير اللي لسه يدوب في دات عمره علشان يعرف تاريخ جيشه المصر ايه الانجازات اللي عملها وازاي ادروا يضحوا بحياتهم ويضحوا بحاجات كتير جدا علشان يحافظوا على ان واستقرار الوطن لاني يا مرمى لو تلاحظي دول كتير عربية اتفتتت دول كتير انهارت في المخاططات اللي حصلت دول زي سوريا زي العراق زي ليبيا زي فلسطور اه طبعا دول كتير ولكن الحلقة دي معمولة وخصوص عشان نوعى الشباب نعرف تاريخ بلده يعرف ازاي ناس كتير ضحل بحياتها وضحل بعمرها عشان يحافظوا على ام لان في شباب بالفعل مش عارفين قيمة حرب 73 هي لها قيمة كبيرة جدا القيمة بتاعة حرب 73 ان مصر ما بقاش فيها احتلال لو لحرب 73 لحد الان طبعا رئيسنا الجميل رحمه الله انور السادات هو صاحب الخطوة الاولى في الحرب وهو اللي ادى الاشارة في بداية هذه الحرب طبعا كل الشكر والتقدير لرئيسنا الراحل محمد انور السادات لانه هو حرر مصر بطل الحرب والسلام في هذه اللحظة بس يا محمد كمان عايزين نعرف اكتر في التفاصيل الشباب مش مدرك قيمة التحرير اللي حصل لسينة لحدة الوقت وبيعتقدوا ان انت كل شوية مصدعين لنا جماغتنا كل سنة ايه؟ كل سنة ايه؟ كل سنة ايه؟ مش مدرك فعشان كده احنا عمينا الحلقة دي مخصولة توعية للشباب عشان ما حدش يتغغر بيهم ويلعب بافكارهم ويشكك في وطنية الجيش الماصر العظيم علشان كده حابين يعرف من سيادة المستشوار ده هو حير بنود الارض حابين يعرف من سيادة المستشوار احمد عزمي ليه الخبراء وصفوا حرب اكتوبر 73 اللي هي اعظم الحروب في العصر الحديث بسم الله الرحمن الرحيم اولا بندي تحية من القلب لرئيسنا وشعبنا وجيشنا بالوطنية العظيمة اللي هي الملحمة اللي هي غطت العالم كله وهي ملحمة ستة اكتوبر العظيم اللي نقدر نقول ادى علامة وعلامة كبيرة للعالم ان احنا بتقول مصر موجودة مصر عظيمة مصر دي ام الدنيا وحتفضل قد الدنيا وهي دي الملحمة الحلوة اللي هي اللي اتعملت فيه ستة اكتوبر وستة اكتوبر دي النهاردة هو بيعتبر من اعظم الملاحم الوطنية اللي شهدت في تاريخ مصر وتاريخ العالم مش هنقول عالم العربي بنقول العالم كله لان كان العالم بينتظر اللحظات اللي هي بتاعت حرب ستة اكتوبر وحرب ستة اكتوبر اتعمل فيه بالنسبة للقوة اسرائيلية ان هي قدت انطباع لها وحطت ان هي ان حرب ستة اكتوبر دي اصبح بمثابت يعني اه لها اصبعت هي احتلالها الرئيسي لسينا وكل ما هي احتلته فيه الوقت اللي هو كان من سبعة ستين حتى سنة سبعة سبعين هنا جه الوضع اللي هو نقدر نقول العقلية البشرية بالتكنولوجيا العظيمة اللي هي ادرت تسيطر على كل ما هي عملاته اسرائيل من خط برليف اللي هو كان دايما نقول لك خط برليف الحصين خط برليف الحصين اللي هو كانت لا تقدر اي قوة بشرية او اي مدمرات تقدر او حتى قناة بنواوية زي ما هم كانوا بقولوا ما قدروش يسيطروا عليه وخصوصا يا فندم ان كان فيه مراهنات على ان مصر هتخسر الحرب بكل المقاييس حتى الناس اللي مش خلالها اسكريين روح عندها خلفية فكانوا مراهنين بكل المقاييس لكن هنا القوة العقلية البشرية اللي اتحطت فيه العقلية المصرية كتهية التكنولوجيا في ذلك الوقت اللي قدر يسيطر على جميع كل ما هي حطته اسرائيل في خطاتها حطات اسرائيل من تكنولوجيا حطات اسرائيل من دولارات عشان تعمل بيها خط منيع وكانت بتراهن العالم كله على ان مصر لن تقدر في اقتحام خط برليف لكن هي العقلية المصرية عقلية اولادنا اللي هم كانوا في ذلك الوقت وكان ناس زباط جنود من اقوى لانه كان عندهم العزة وكان عندهم الكرامة وكان عندهم الاصرار الاصرار والعزيمة على انهم ما يكونش في الفشل يستردوا الارض اللي اتخدت بكل قوة بكل عزيمة وده كانت نصرة كبيرة فعلا وبعقلية بشرية نظيفة وعقلية بشرية طلعت من ابناء قوات المسلحة البواسل الشرفاء اللي احدا بنقول دايما هم دولي الدرع الواقي لمصر والوطن العربي كله جميل خالص سيادة الشاعر استاذ احمد مرسي اكتوبر بالنسبة لذكرياتك عنها كميه؟ اولا اقول كل سنة ومصر وقواتنا المسلحة ورئيسنا بخير وبصحة وسلام واقول يا ابن مصر الغالي مليون تحية وسلام من محبة قلبي ليك ابتدي معنى الكلام واقول ايضا ابنك ومحبوبك فارس ومنتوبك سطر في مكتوبك ابل ايات النصر يم العيون السود يم الكرم والجود والعشق ماله حدود انت الامل يا مصر دي كده تحية بسيطة الله جميلة جميلة لا لا جميلة جدا 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 واقول ان طبعا زي مسات المستشار كان بقول في الكواليس دلوقتي ان حرب اكتوبر المديد وتاريخها وعظمة مصر وعظمة جنود مصر كل الناس بقى بتعرف الكلام ده يعني الطلبة بيدرسوا عن حرب اكتوبر والشباب بيدرسوا عن حرب اكتوبر وبيعرفوا حرب اكتوبر عاوزين نقول للمنكرين بقى والحاقدين واللي ما بيحبوش مصر قلهم تعالوا شوفوا عاقب ناكسة سبعة وستين لما الباحثين الفرنسيين قدموا رسائل علمية بتقول بتسأل لجامعة صدبور بتقول ليه الجند المصري لم يعد قادرا على الحرب ولم يعد كفئا على الحرب فطبعا ده شيء فضيع جدا انه يقال على الجند المصر هذا الكلام لا طبعا من هنا الجندي ازود العكس ده حقيقة ما هو فده كان احباط لجند المصر ازاي بقى مصر والقوات المسلحة قومة هذا الاحباط هو ما حدث في حرب الاستنزاف حرب الاستنزاف اللي سموها حرب الالف يوم تمام لما نيجي نشوف حرب الاستنزاف حرب الاستنزاف قسمت الى ثلاث مراحل تمام مرحلة الصمود لان احنا كنا طالعين من ناكسة فكان لازم معنويات الجيش ينتصر على الحرب النفسية اللي جواه ويبتدي هو نجح اولا بالعزيمة والارادة والتحدي للناكسة اللي فاتت بالضبط وكمان الناس نزلت تتظاهر ان ساعتها الرئيس جامل عبد الناصر طلب ان هو تنحى والكلام دا كله والشعب سندوا والشعب تتظاهر لا يا رئيس ما تنحاش والكلام دا كله طبعا كانوا بيسق فيه وكانوا عاوزين يكمل وكان عندهم امل ان فعلا مصر هتقوم وان ما حدث في سبعة وستين ما كانش حرب وما كانش حرب ومصر ما قدمتش حرب فعليا ولا الجند المصر حرب فعليا صحيح الحاجة التانية بعد مرحلة الثمود مرحلة المواجهة بعد مرحلة المواجهة جيت تحدي وغض دا هنتكلم عنهم بشيء من التفصيل بعد ما شفت يعني الحلقة ان شاء الله بإذن الله سيادة المستشار ليه كانت اسرائيل كانت متوقعة ان مصر تفشل في حرب اكتوبر تلاتة وسبعين هي اولا اسرائيل لما حطت الخطة بتاعتها ولما جات عملت التكنولوجيا بتاعتها بالنسبة لخط برليب لان كانت متضامنة معها امريكا وانجلترا وفرنسا وكانت متوقعة معها كذا دولة في تحالف فالتحالف النهاردة هو عمل على ان اسرائيل دي تعملت خط منيع خط حصين وكان فيه ألغام وكان فيه قنابل وكان فيه كل ما اللي هو يعدي بقولك تحطيما لبوحك دي معانا اتصال السيد ايمان من الشارعية اهلا وسهلا بيك اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بك فاند اهلا بك فاند اهلا بك السيد ايمان اهلا بك تعتك واهلا بسيادة المستشار احمد بيه عزمي واهلا بأسرة البرنامج ربنا يخليك شكرا نفاند ربنا يخليك معاني البشرة حضرتك لما لقيت المستشار احمد بيه عزمي حضرتك يعني استدعينه فالرجل ده رجل محترم ورجل فعلا ضد الفساد نعم ايوة كامل حضرتك سامعينا ايوة مع حضرتك فالرجل ده فعلا ضد الفساد وضد المفسدين هي الدولة كلها ضد الفساد فعلا رجل محترم ورجل يعني كمة الادب والاحترام فعلا رجل ده بيظهر على حقوق الناس البسطاء وهو فعلا ضد الفساد المفسدين فحضرتك دلوقتي انا حضرتك انا كلية حف على واحدة طبيبة عندنا صاحبة مستشفى خاص بالشرقية دمرت دمرت مراتي حضرتك تمام كنا داخلين نعمل عملية اكياس عملية ايه فاني؟ عملية اكياس اه اه اكياس على المبايد تمام سجأة لقينا هي عملة العملية مم وامراتي كانت حامل ومعرفتناش ان هي حامل وبعد كده اتفاجئنا ان هي شرت لها المبايد المبايد جزء المبايد اليمين طب حضرتك عملت محضر او حاجة اثبت واقع او اثبت حالة عملت سمعي ايوة مع حضرتك اتفضل اه شلك جزء المبايد حضرتك ودخلتنا في متاهات طب حضرتك عملت محضر بالكلام ده؟ عملت محضر حضرتك والمحضر في اسم تاني مركز الزازية وحولنا بعد كده طب شرعي واستدعوها والطب الشرعي طلع الامراتي عايها مستديمة حرمانها من الانجاب بنسبة عايها مستديمة مية في المية تمام والقضاء بتاعنا حضرتك النزيه طبعا ادينا حكم سنة نهائي عليها ولما يتم محاسبتها حتى الان ورقم القضية اخلي بالك يا جنح اسم جنح مستأنف سنة الزازيت ورقم قضية wisely ممكن نعرف طب من حضرتك ايه المطلوب تلوقتي؟ المطلوب دلوقتي حضرتك ان لم يتم محاسبتها حتى وقت مها هذا طب رقم القضية بعد اذنك رقم القضية 47 49 سنة 2018 جنح مستأنف سنة الزازيت وانا عشان ماخدش من وقت البرنامج من حضرراتك وسيادة المستشار سبع وعليين تسع وجودك احت نحن استقنى في سان الزازي في اسم سان الزازي. طب كان حكم المحكمة ايه يا فندي في الموضوع ده? فانا بناشد سيادة الوزير وبشهب عدالته لان لان الست دي صاحبت علاقات ذو علاقات عامة هي وجودها وعلاقات خاصة. ماشي بس مفيش حد فوق القانون. مفيش حد فوق القانون يا فن. نعم. مفيش حد فوق القانون. سيادة الرئيس مفيش حد فوق القانون. المخطئ بيتحاسم. تمام. بنشكرها جدا استيز ايمن وشاكوتها بوسلت. شكرا لك استيز ايمن. شكرا. شكرا لك. اه. تعليق انا على هذا الحدث دلوقت اللي احنا اسمعناه من الاخ محمد اللي هو من الشرقية. ان هو بتكلم على شيء يعني يمكن اه. كل مسؤول في الدولة. استاذناك معنا فاصل. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل بيته. طبق. طبقنا بعد الفاصل. فاصل سريع ونرجع لحاجة. يعني لكم بعد الفاصل ولسه مكابلين معاكم ومع ضيوفنا في الاستوديو اللي منورينا النهاردة. واستكمالا للسؤال اللي كان قبل الفاصل استاذ ايمن بخصوص الشكر. تماما بش. الاستاذ ايمن بتكلم في قضية وممكن القضية دي ممكن انا حسب ما انا سمعتها حاليا دلوقتي. تماما. هو بتكلم في شيء ان اصبح ان المدام عنده يعني اه 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 تسببت لحالة نفسية وعاها مستديمة و وشيء النهاردة لا يعني مش اي انسان النهاردة يتمنى هذا الامر. وكل بيت النهاردة او كل انسان نهاردة تبقى حريصة على نفسها. لكن هزي القضية ديت احنا يعني بنقول لازب كلها تفاعل. لازب كلها مقاييس. طب حبك تنصح ويروح فين اني جيه. ما انا اقول لي ساعدتك هو النهاردة يمكن هو يمكن انا بشيحكات ان انا انصح يروح فين. هو عمل الرجل عمل عليه. وقدم محظر رسمي. في حكم قضائي كمان. ودخل وجيه حكم قضائي. حكم القضائي النهاردة اه نفذ هذا الحكم على الست اللي هي الدكتورة. اللي هي. لكن هو بتكلم ان مفيش حد راضي نفذ له. تمام. هو كل هدفه حاجة واحدة. ان الست دي اتحكم عليها سنة. وبقالها دلوقتي من 2018 هذا الحكم. وهو كل هدفه بقول لي يعني حق امراتي فين. حق امراتي اللي هي آآ عانت من هذا الاسباب او من الحالة اللي هي النفسية اللي عندها. اللي هنا لبتب. حقها فين. وده في اهمال الطب وممكن انا سمعت دلوقتي بقول لي ان هو ان هي لها يعني ناس مسؤولين او لها علاقات شخصية كبيرة هي وجوزها. لكن انا بناشد سيد وزير الداخلية رجل العظيم الرجل المحترم اللي هو نقدر نقول في ظهر كل مواطن مصري شريف بيستغيص به هو شخصيا. وانا اعلم تماما السادة وزير الداخلية آآ محمود باشا توفي ان هو بينصر المواطن اللي هو بيقول ان حقك معاك والقانون معاك انا معاك. تمام معنا استاذ وليد برضا اكتصال ترفوني استاذ وليد اهل وسهل. السلام. سامعينك استاذ وليد اتفضل معنا. السلام عليكم. تفضل سامعينك. سوال حدوء مخصصية اتف ضيوف وλى استاذ بريم والاستاذ محمد ومع المرحب. ربنا يخليك شكر لا انفانة. ولله يا دكتور انا معاي مشكلة في الجوناية. ايه هي اتفضلي. ايه هي. اتفضل. معاي ورق مع المخ تمام ورق مع المخ تمام ورق مع المخ تمام ورق عمل فين شغل فين يومية ولا ولا شغل في حتة يومية حضرت بتشغل باليومية الحين الوقت الحال الحال ما شغلش خالص لا يعني الورق نعمل ده وخان طب ايه المطلوب اللي حراك نقدر نساعدك بيه ايه هو يعني عايز علاج على نفقة الدولة انا بس الدولة ما انا عايش داخل ان اتبعش من المحض ده في محض ناصر الجوانات في محض ناصر تمام ماشيو سيد وليد بنشكرك جدا وشكويتك وسلت اه هو سيد مستشار سيد وليد راجل عمالة يومية كان محتاج جلسات في محض ناصر وهي تكلفت اتربعة وطمانين الف جنيه وهو راجل شغال عامل من العمالة اليومية لساعد رئيس والصبيع فطبعا تمام انا بس في جزئة بسيطة بالنسبة للاخ ايمن عشان الاول انهيها وبعد كده هخش على الاخ وليد بالنسبة للموضوع ده انا بقولي بالنسبة للموضوع الاخ ايمن اذا كانت الدكتورة لها علاقات او او شخصيات احنا في عهد فقامة استاد رئيس عبد الفتاح السيسي ولا احد فوق القانون مهما ان كان سلطته هو ايه ده عهد احنا نهارده عشناه وعهد شريف عهد فيه استاد رئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو غير المعاليم كلها وغير المفاهيم كلها للمواطن وللعالم كلها ان مصر قوية بنسها وقوية لكل انسان موجود على ارض مصر شرفه كرمته شخصيته باني مفيش حاجة اسمها قانون وفوق القانون كل مواطن له حق لحق الدولة حياخده ومن اي مسئول وانا بناشد ساد وزير الداخلية راجل عظيم محترم انه يتطلع لهذا الملف ويعني ينظر نظرة لان دي برضو مواطنة انهضر او نشوف الدنيا فيها بالنسبة سيدك لاستاذ وليد الراجل اللي شغال عمالية يومية ومطلوب انه اشعاعات تحاليل وعنده ورم في المخ ويتوجه لمين او مين يقدر يساعده عشان يقدر احنا بناشد ساد وزير الصحة ودي انا ما اقدرش اناشد اي مسئول جوه المصر غير ساد وزير الصحة والساد وزير الصحة دكتورة هالة زايد انسانة عظيمة جدا جدا وانسانة يمكن يعني دخلت منظومة كورونا بالنسبة هي حربة العالم بمصر وطلعت مصر النهاردة الحمد لله باقل الخسائر اللي كانت النهاردة الدنيا كلها تتطلع ان مصر هبا كان هبا فيها يعني شيء لا يطاط بهذا الامر لكن بنقول شكرا للسيدة الوزيرة المحترمة وهي لها تطلع بازده على هذا الامر وان احنا بنديها برضو نظرة تنظر للاخ وليد وان بناشد السيدة الوزيرة المحترمة اكيد طبعا هي لو شافت نظر لهذه الحالة وهذه الحالة ديت يعني يمكن نقول الراجل يعني غير قادر على هذا التبعيل وبالنسبة كمصريف او راجل النهاردة محتاج واذا كنا محتاجنا لا احنا بنحتاج السيدة الوزيرة ان هي تنظر بملف هذا الراجل وتبصله نظرة على انه راجل مواطن مصري تريب عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي استاذ احمد حبير نعرف من حضرتك كده حاجة بسيطة مصر ازهلت العالم في الفترة بتاعة الحرب كيف خدعت مصر العديو الاسرائيلي في حرب اكتوبر هو طبعا لما نجي نتكلم على الخداع الاستراتيجي اللي حصل في حرب اكتوبر كان من عوامل كتير جدا جدا اولا من عنصر الوقت وده اللي عمل الرئيس محمد انول السادات الحقيقة لما جيه ياخد قرار الحرب يمكن حتى عرضوا عليه اكتر من خطة واكتر من موعد فالحقيقة يمكن هو اجله حتى كمان شباب الجامعات في ذاك الوقت يمكن عمل مظاهرات ضد الرئيس محمد انول السادات وبعدين هو طبعا لما اتعرضت عليه الخطة كان فيه حاجات معينة وطبعا اجلها درس انت يحارب العدو الاسرائيلي فتبين ده ان كان يعني اختاره الوقت من السنة نفسه عيد الوفران لا كان الشهر الاول الفصل اختار شهر اكتوبر بالتحديد لان ده امسى بفصول السنة بالنسبة للجيش المصري ثانيا اختار اليوم اليوم بالنسبة للجيش الاسرائيلي السبت حتى الازاعة عندهم كانت بتبقى قافلة في اليوم ده يعني ما ادرش لو قامت الحرب انه يستدعى الاحتياط ثالثا كمان اختار اليوم اللي هو بالنسبة لهم كان عيد الغفران فطبعا كلهم بيبقوا مجدين في الاعداد اسم حرك معنا وبداخلة تلفونية بعد ايزن حضرتك فضل مين يا فندي معنا استيز وليد السلام عليكم وعليكم السلام تفضل يا استيز وليد استيز وليد سمعينك كويس تفضل اتفضل سمع حضرتك احنا سمعينك تفضل يا فندي تصالحك بخشوصية استيز وليد مع حضرتك وليد هلال عز الرجال مرشح عن دارة الزاوية الشربية اهلا وسلام بيك يا استيز وليد اتفضل اهلا وسلام بحضرتك انا بشكر اسرة البرنامج الجميلة وبشكر الاستيز محمد عبد فضل فندي معنا سمعينك حرك شكوتك بخصوص ايه بخصوص الموضوع بتاع كتوبر ده مهم جدا حضرتك بتشارك حضرتك بتشارك النهاردة معنا ايه فندي تفضل كامل ان شاء الله في الترشيح البرلمان القادم مهم جدا اللي احنا نطالب اللي احنا لنمي الموهبة عند الطلاب تمام فعلا الطلاب القسم المادة اللي هي العلمية عن التاريخ التوعية التوعية تمام بالربط كده عشان ما حدش لعب بقولهم صح مهم جدا حرب التكنولوجيا الحديث هي حرب العقول الشباب اللي طالع عن طريق التكنولوجيا الحديث بنشكرك جدا شكرا لحضرتك يا استاذ وليد اتصالك ولسه مكملين مع شعيرنا حابين بقى نعرف مقتطفة كده بمناسبة اكتوبر هو بس انا عاوز اعلق على الاخ ده هو امكان دخل في حروب الجيلي الرابع اللي كان بيكلم عليها الاستاذ محمد العابد دلوقتي فطبعا هم دلوقتي اسرائيل ما عادش هتقوم حرب بينها وبين مصر ولا الدول العربية هم بيتولوا دلوقتي حشو الأدمغة واقول الناس وهو ده الاساس عندهم هو يقول لك هم يحربوا بعض بنفسهم احنا ما ندخلش وما عادش فيه حاجة اسمها الحرب العسكرية دي بتاع زمان التحديد الحرب المباشرة الحرب المباشرة لا اسرائيل ما عادش هتدخل معنا في حرب المباشرة خالب هي عاملة معنا يعني معاهدة صلح وحتى في بعض الدول دخلة معاها في معاهدات صلح عملية التطبع اللي هي تعاملت فعلان ودي كانت من احسن حاجة تعاملت اساس ان يعني يبقى فيه تداول بالنسبة للمنطقة العربية بالزبط يبقى فيه سلام ولاسا فيه حرب او فيه عدوانية فهي دلوقتي كل اللي هي بتعمله ايه بتعمل على انه هو تفتيت العرب عن طريق احنا نفسينا في ذاتنا اللي احنا نفتت بعض من خلال نفسينا يعني مثلا لما نيجي نشوف تدخل تركيا بجميع الدول العربية احنا سيبينها ازاي وعملت خش وتنشر سموم جوه افكار البشرية والعائلية المصرية وبعدين احنا كمان لسنا ببعيد عن اللي هم بيعملو القنوات المعارضة من هم دا الهدف بتاعهم انه عاوز يخش وهي القنوات المعارضة بتلعب على القرارات اللي هي بتدايق الناس يعني في بعض الناس متدايقة من قرارات سيادة بشتر يمكن يجاوبني على السؤال ده اللي هو موضوع الإزالات والمخالفات والتعديات على الأراضي تمام فحرك شايف الموضوع ازاي هو شايف النهاردة هو كان فيه استغلال اعلامي استغلال اعلامي خدوا الجماعات احنا شو نقول انه هو دول اعلاميين اولا كل القنوات اللي هي بنعتبر قنوات فاشية لا يسألها اي معنى موقع 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 ودول اساسا هم فاشيين اساسا لانه هم استغلوا هذا الموضوع انه هو موضوع التصارع هو موضوع للمخالفات بتاعت البناء ده بالعكس ده دي بتعتبر القوة الحقيقية لكل مواطن النهاردة بقول لنهاردة انتم انت النهاردة كنت هتروح اترخص البيت او البيتك او امارتك او او النهاردة هو بديك الترخيص بتاعك سنة الرئيس بمنظومة محترمة محترمة نظيفة بتقول لك انت قاعد في بيتك معاز مكرم وحاكتك كلها بتندقي بعيد عن الرشاوي بعيد عن الفساد بعيد عن كل انسان بيجي لك وقول لك هنا لا ده هعمل لك رخصة بكذا او اعمل لك رخصة لا 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 هو النهاردة منع كل ما هو الموضوع اللي اتعمل ده تصالح بالنسبة للمخالفات منع حاجة اسمها فساد للمحليات منع كل مسؤول جوه المحليات ان هو مش هيبص للمواطن مش هيبص له باي فساد مش هيبص له باي رشاوة لا ده هو منحها منحها تماما ويا نفسي واتمنى كل مواطن يفهم هزي المضمونة ان الساد الرئيس حافظ على كل مواطن داخل مصر مش موضوع التصالح ده موضوع التصالح ده باعتبر هو الشيء الحلو اللي اتعمل لكل مواطن واده في السهولة واده فيه التساول اده فيه التساول يعني اده للمواطن المصري كل شيء حلو بنقوله بقولك انا عارفين المواطن اينا عارفة تعبان انا كمان اتصال تلفوني من قسس خالد من الكاهرة اهلا وسهلا بيك قسس خالد اتفضل فان قسس خالد حالك سبعني سبعني شكرا لحضرتك وطبعا مستهدف الشعور رحمد عزني. هانو سهل. 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 نعم. هانو سهل. سعيد اتكلم مع عضو اكتوبر المجيدة. اه تمثل العظيمة والاسرار الشجاعة في الجنج المطري. وايضا ازا كالحاد للبيادة السياسية. وتمثلها في الشعيد الرئيس. طبعا حاجة عزيزة جدا. حبيب تقول حاجة تاني عزيزة خليد. الو. الو. طبعا باشكر باشكر. بنشكرك جدا بنشكرك. انك انت النهاردة شاركتنا في البرنابي. شكرا ديك فان شكرا. ونرجع تاني استكمالا لكلامنا. اه احنا بيقول يعني استكمالا لهذا. هاكونوا كنا على الموضوع قانون التصالح. قانون التصالح دي بيعتبر يعني هو اه التصالح الداخلي للمواطن البسيط اللي احنا بنقوله اه السادة الرئيس قد منظومة حاليا انه هو بيبعدك. عن كل مرتاشي بيبعدك عن كل فاسد بيبعدك عن المنظومات اللي احنا كلنا بنجر وراها بدون محسوبية واحنا مش عارفينها. لكن النهاردة قانون التصالح النهاردة ادى خطوة كبيرة جدا جدا. ويمكن ادى فيه التسهيلات فعلا. وسادة الرئيس النهاردة بتطلع لكل مواطن بسيط في مصر. وهو يعني عارف وحاسس بكل المواطن البسيط. وهو النهاردة هنلاقي مصر اه جميلة جدا بالمواطن البسيط الحل. وهيلاقي مصر عظيمة جدا جدا. وهيلاقي مصر ديت اكبر من اي دولة. طبعا. بالمواطن اللي هو بنقول عليه اللي هو يعني اه اللي هو بحب مصر. المواطن الشريف. ما هي الدولة سايبك تفني. اه. تمام. نهاردة يعني. زي ما السيد زماروه بتقول لحضرك اه. اه. الناس بتسأل انا بس. يعني بحط نفس مكان الناس العديد. طب ليه الدولة سابته ابني من الاول خالص. لم. ما شافته بيحط طوبة مخالفة. ما حكمتهوش او حزبته. دي اللي احنا بنتكلم فيه اساسا. ودي اللي الريز فعلا. اللي هو بيلغي هذه المنظومة دي فعلا. انه هو النهاردة كانت الجميع الادرات المحلية اللي هي كانت بتدي فرصة لكل مواطن. انا ما بلومش المواطن. لا. انا بلوم اللي ادى فرصة للمواطن. مسؤول في المحليات اللي سابه. ان الرجل اللي هاردة اللي هو جوه المحليات او اللي هو جوه سواء رئاسة مركز او حي او مدينة او وحدة محلية. ادى فرصة للمواطن ان هو يبني ويحط طوبة في الارض ويطلع وياريت ان هو بيبني دور او اتنين. ده سابه يبني اربعتاشر وخمستاشر دور. طب على مدر هذه السنين دي كلها. انت فين يا مسؤول. وجينا النهاردة بنقول للمواطن طيب انت النهاردة هو سابك تبني. وده هو اساسا يعني هنقول طبقة من الطبقات اللي السيد الرئيس النهاردة بحسبهم. كفاسدين. كناس النهاردة ادت منظومة النهاردة للفساد. وتوغلت بهذا الامر ان هي بتقول للمواطن ابني وعلي. طب ما عل المواطن. المواطن عل. فيه ايه النهاردة بقى لما نيجي نقول للمواطن النهاردة انت عليك النهاردة فيه النهاردة عندك تصالح. ودي حق الدولة. ازا كنت انت نهاردة دفعت رشاوة او دفعت النهاردة للمفسدين. لكن الدولة بتقول لك لا ده فيه دولة فيه حق للدولة. فين هو? فين الحق اللي هو المفروض. انت تدفعه للدولة النهاردة. وبتدفعه ايه? ده ادفعه بالتقليم. تدفعه بالشيء الحلو اللي انت فيه ما بعد. هتلاقي نفسك انت واسرتك واولادك قاعدين معززين مكرمين جوه بيتك. برخصتك بكل حاجتك. حابين نعرف من حضرت استاذ احمد احنا مش هنروح بعيد بردك عن موضوعنا اللي هو حرب اكتوبر. عايزين نسمع كده قصيدة حضرتك كنت كتبتها لكتوبر. هبة السماء. انا من تراب وطين وماء. انا عطر ارض روتها الدماء. يعود انتمائي لاصل كريم. وما في كلامي ادنى الدعاء. سالوا الظهر عن مصر ينبيك عني. الست انا قبلة الانبياء. الست انا البدء عند الوجود. وام البلاد. وفيض السماء. انا مصر اسمي قرين العلا. اذا ذل غيري. ابيت حنا. انا سنبلات بها امنيات. انا النور والعلم والكبرياء. فكم من غريب يذوب اشتياقا. وكم من مقيم بغير انتماء. ومصر الحضارة في ارضها تنير العقول وتعلي البناء. كتاب كريم من الله يثلى. ايا مثل ارضك فجر الضياء. الا فادخلوك سلاما امانا. فمصر من الخوف دوما برا. رسول الهداية اوصى بها. فاجنادها خير جند اللقاء. فلا يأمنون لباه لئيم. وان قال اني من الاولياء. فمن قبل مينا وقفنا رجالا. نصد الغزاة ونحمل بنا. عشق عشت رابك يا مصر دوما. وابديه بالروح يوم الوفاء. فان غدت عني اهيم بدردي. اناديك صبحا. وعند المساء. ولست اداري عنك العشق. فانت الاماني. وكل الرجاء. وان خيروني باردي نعيما. فبعدك والنار عندي سوا. انا في هواكي اكابد شوقا. فحبك في القلب طب ودا. ويبقى ترابك يا مصر دوما. عصي ابي على الاشقياء. يدور الزمان على الظالمين وتبقين جمرا. على هؤلاء حصاد مرير من الذكريات. قضاء من الله ان يشاء. وكم من بلاء اتاك وولى. بلطف من الله بعد العناء. قفي يا بلادي. بوجه التحدي. بعدم الاسود. معا. اوفيا. ده بمناسبة اكتور صراحة حالة جميلة جدا. سيادة المستشار اسمح لي. عايزين نحصن الشباب بتاعنا اللي طالع جديد. ما عرفش تاريخ جيشه وتاريخ كوات مسلحة. ايه التضحيات اللي عملت. ازاي الدولة. كمان الجميل ان بعد الحرب قدرنا نحافز على كيان الدولة المصرية. خصوصا بعد تفتيت وضياع دول كتير جدا. زي سوريا. زي العراق. زي اليمن. فازاي نحصن الشباب ده عشان ما يتلعبش بيهم. وانضحك عليهم من القنوات الممولة والموجهة. احنا بنبص ونتطلع للشباب النهاردة. ويمكن النهاردة يمكن هي المنظومة الحقيقية اللي هي كانت المفروض دباهية البداية. كانت تطلع من التربية والتعليم. التربية والتعليم النهاردة. لو ادى الفكر التاريخي لحرب تلاتة وسبعين لكل شاب مصري موجود النهاردة. وعرفوا يعني ايه حرب تلاتة وسبعين. يعني ايه حرب اكتوبر. يعني ايه كل جند وكل زابط عمل ايه عجبها. يعني ايه كل وانسان النهاردة حارب او امكن النهاردة. وضح بحياته وعمر. اصل. والنهاردة يمكن الزابط ضحة وجنودنا كلهم ضحوا. وازاي عبروا قناة السويس. وازاي دخلوا في ملحمة كانت تعتبر ضغينة على مصر من اسرائيل وجميع الدول الغربية اللي هي كانت مجورة. انا استسمحك واضح ان الحلقة بتعليها اتصالك كتير جدا معنا. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا اهلا حضرتك يا فان. تفضل يا فان. سواء الحلقة مخصوصية. الو. الو. سمعينك تفضل حضرتك. لا حضرتك يا فان. انا برحب البرنامج وبرحب قناة الصحة والجمال. اهلا مسؤولا بيك. واني شعب المصري على الانبصال العظيم. اهلا مسؤولا بيك. السواء الحلقة مخصوصية تفضل يا فان. حضرتك يا فان. انا معاه شكوة بس عدد على سيات المستشار. اتفضل. ايه هي شكوة حضرتك. انا حضرتك انا من ابناء المحربي الكدماء بالقوات المسلحة. ومهدد في المسرعة بتاع كرية الامل. ومس كفير استلمت. وانا ما استلمتش. والشابة الرئيس عبد الفتاحة كانت اوصي. على ابناء المحربي الكدماء دول ومصاب العمليات الحرطية في يوم المحارب الادم. فش اقول لحضرتك بجانة بعرض الحاق. انا دخلت على تسعة وثلاثون سنة لا توظف. ولا خدت ارض في مسرعة كرية الامل. ولا ولا في كرية الاتحاد. وفي اه في قطعة موجودة. وانا بعثت شكواتي للبرنامج وبعدت الارقام القطع في مشروع كرية الامل. فانا بستغيث في شابة المستشار ان هو بس في موضوعي. شكرا لك استاذ عمر شكوتك وسلت شكرا لك. وستاذ المستشار هو دلوقتي بيقول ان هو من ابناء المحربي الكدماء. وكان مقدم في مشروع الكرية الامل. والاسف ما جاتلوش يعني قدم كزا مرة. واني ممكن هو برضو يعني لازم يكون فيه اللي هي القيادة العسكرية اللي هي تقدر تتولى هذه الامور دي فعلا. لان ده راجل من من القدماء اللي هو من ابناء الحرب الجميع. ونقدر نقول يعني النصرة الكبيرة بتاعة اكتوبر. ورجل ضحى النهاردة يمكن النهاردة دخل ملحمة ستة اكتوبر. واصبح له النهاردة لازم يكون له اسما وصوطا ومعنويا. لازم احنا ندهوله على الاقل. ندهله شرف الوطنية من هذا الامر اللي هو ضحى به في ستة اكتوبر. طيب حركة نصحه ويروح فين ان يجيه بقى. هو هيروح وانا لنسبة للي فيه حاجة اسمها ليه الجهات اللي هي الجهات للشؤون المعنوية. قوات المسلحة. هتوجه ليه وهم انا عارفوا متأكد ان هم بيش هتأخروا عنه. لان هذا المواطن شرف عظيم لمصر. وشرف عظيم لكل اه قيادة عسكرية جوة مصر. وانا عارف ان القيادة العسكرية النهاردة قيادة يعني بنكلل لها كل الحب والاعزاز والتقدير لهم. لان هم فعلا ما بيسيقوش اي مواطن او اي اه من تدخل معهم من جوة اللي هو المنظومة العسكرية بتاع هي اللي احنا بنقول ده كمواطن مصري حيرب في تلاتة وسبعين. واحنا بنقول برضو للجهات المعنوية العسكرية المواطن ده. اه مواطن محترم شريف. نقدر نقول لازم ياخد حقه. وحق الشرف العسكري لازم يكون موجود لهذا المواطن. وان الجهات اللي عسكرية المعنوية لان تتخلى بهازا تتخلى عن هزا المواطن. معانا برضا اكتصال تلفوني يا فنن بعد ازن حلتك. وهو من سيادة اللي وهاني. اهلا وسهلا بيك يا فنن. هلو? 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 هلو مساء الخير? هلو? مساء الخير سمع حضرتك. اتفاضل يا استس هاني. اهل يا فنن. ازايك سيادة اللوة? حمد لله. حمد لله فنن. منوارنا. اهلا بحضرتك يا استس هاني. هاك شاركت في حرب اكتوبر يا فنن. حضرتك من الناس العظيمة اللي شاركت في حرب اكتوبر. اه انا كنت حضرتك اه في اللوة الثالث مشامة كانيكي الفلعة 16. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فنن. وطبعا الفلعة 16 معروفة واللي هو الثالث معروف كويس على مستوى العالم كله. طبعا طبعا طبعا. 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 اللي هو الثالث ده اللي عمل المعركة بتاعة معركة الطالية. طبعا يا فنن. معركة الطالية دي حضرتك اه منطقة هناك اه تبع عليها. اللي اللي بيركامها بيوصلش على القطاع الاوسط بالكامل. احنا حضرتك اعادة نحارب في المعركة دي اربعة طيام. تمام. وضمرنا فيها 13 دبابة للعالم. تمام تفضل. التراحة. التراحة هم خلوا دارس مش هينسوه. اكيد طبعا. اكيد طبعا. اكيد. اه. لما روحت انا بعد الحرب. وشوفت الاستاتر والتراب اللي احنا صعدناه. تمام. وكان باستفاع من 20 ل22 مدين. تمام. مسافة كبيرة جدا. انا استغربت احنا الزبطة انا استاتر ده. احنا ازهدنا العالم. ده بفضل الله طبعا طبعا. بفضل الله. اه. كان عندي اه عسكري بيشيل البيع عشرة عليك اتفو. البيع عشرة ده متع مضادر الزبابات. ده وزنه وديه تقريبا يا فن. وزنه وديه. نعم. وزنه وزنه. وزنه يقل عن 120 كيلو. اه. من 120 إلى 130 كيلو. اه. شايل على ظهره وطالع بيه الساتر ده. وانا بيطلع بيه الساتر كمان حاجة تانية يعني. ازهده يطلعه انا مش عارب. ربنا اللي بيهوي. الله يفتع عليك. ربنا. اه. اه. واحنا كنا استاهعة بتاعة الطاقة. اه بنقولوا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااا. لما بديجي نهاجب علىỡعده. تمام. سبحان الله الجابعة كلها مصير بحد يقول لنا. قولنا الله اكبر و احنا بن عدده. كانت اه شغور معنوية من عند الله ariyuno صلی اللعنا. وحزيرتك انا مابسميهاش عبور. لا انا ولكن انا بسميها اقتحام مانع مائي صح اقتحام مانع مائي لان كان النوعة القوية بتاعته حسن من حصون تمامي فاني التي لا تقهر وجه تنظرهم مهو المصريين ازهلوا العالم كاجمعين مش بوجه تنظر العلقية المصريين احنا احنا سعادية بمكالمة حراك ست الليوهاني ست الليوهاني حراك سمعني احنا بنشكرك جدا على المداخلة الجميلة وكان نفسينا حراك تكون متواجد معاني النهاردة بنشكرك جدا شرفتنا ونورتنا شكرا ست الليوهان ربنا وحراك طيب وبخير وسحة وسلام شكرا ديك استاذ احمد عايزين نعرف من حضرتك ازاي نوعي الشباب بالفكر المغلوط اه وعلشان نوعي الشباب الحقيقة ديها دول الاعلام احنا عندنا علشان نقارن علشان نبين اللي حصل لازم نكلمهم في النواحي الاقتصادية وإيه اللي تم فيها والاقتصاد المصري إيه اللي حصل فيه الفترة دي عشان يؤمنهم بإنهم مفخير ومصر في أمان ومصر في سلام واللي بيقود مصر إنسان حريص على عزة وكرامة مصر والمصريين تعالوا نشوف الاقتصاد لما نجي نشوف الاقتصاد عقب صورة 25 يناير كان وصل 10.5 مليار دولار تعالوا نشوف النهاردة 47 مليار دولار يبقى نشوف مصر بتتنقل نقلة شكلها ايه؟ تعالوا نجي نشوف البنية التحتية نجي نشوف الطرق والمواصلات نجي نشوف الكهرباء والمياه نجي نشوف تسليح الجيش المصري الجيش المصري دلوقت لما الرئيس عبدالفتاح السيسي يقول لدولة قفي عند هذا الحد تقف عند هذا الحد ليه؟ بقوة تسليح الجيش المصري نفتكت الناس أول ما تولى القيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وسندوق النقد الدولي درس اقتصاد مصر وقال قادر على النهوض هي تغيرت فعلا بالفعل منظومة الجيش المصري عام حرب 73 في عهد الرئيس الناس بتقول ايه؟ ليه ما وزحاش علينا علشان ناكل بيها؟ هل ده كلام منطقي؟ اننا مش منطقي يبقى لا فيه بنية تحتية ولا فيه مصر ولا فيه اقتصاد ولا فيه تسليح ويقولك انت بتسلحوا الجيش ليه؟ ما يأكل الشعب الاول طب هو جيش ولا دولة بلا جيش؟ تبقى ديه دولة؟ لكن نشوف نصدية العلم لنا شكرا ايدي الوقت بالقارن عشان الوقت بس بالنسبة للحطة اللي هي علها لست احمد مرسي ان هي بتاعت التسليح ديه المواطن مصري فيه من المواطنيين الشرفاء عارفين يعني هي تسليح جيش والوقت اللي كان محتاجه بخامة الرئيسة عبدالفتاح السيدة فعلا لان هو كان اري كل منظومة عمد من بعد الثورة مباشرة ارى الخطة الرئيسية لمصر كلها بدليل ان هو ادى تسليح الجيش فول وان وكانت هي الاولوية لانه كان اريها وعارفها لان المواطن مكانش يعرف ايه يعني ايه تسليح جيش لكن النهاردة المواطن حدسي عن ايه جيش يعني ايه تسليح جيش حدسي بيها دلوقتي طبعا طبعا اللي ما يشوفش من الغربال تمام فخامة الرئيس النهاردة هو رجل وطني وراجل النهاردة عنده يعني ربو سعى تعالى الدهون هبع من عند الله سعى تعالى وقضى على الارهاب وقضى على التطرف وقضى على كل ما هو كان يتضرر بكيان مصر ويتضرر بجميع كل ركن من اركان مصر قضى على كل الفساد والارهاب والتطرف قضى على كل حاجة كانت تمثل مواطن والنهاردة هو أب وأخ وإنسان لكل مواطن مصري تريف على أرض مصر ويكفي ان هو محافظ علينا ومحافظ على مصر بنشكرك جدا طبعا السيد اللي هو أحمد عزمي رئيس جهاز مكافحة الارهاب والفساد بنشكرك جدا ومنشكر كمان ضيفنا أستاذ أحمد مرسي عدوا اتحاد كتاب مصر بس قبل ما نختم حلقتنا يعني والتتري كده نازل عايزين نسمع عن حضرتك حاجة حاصر للبرنيمك وطبعا أنا حد أشكر كل فريق العمل أستاذة سندوس أستاذة نورغان والي أستاذة دينا طبعا وكل ومشكر حلقكم طبعا واللي موجودين كلهم جوا في الكنترول عشان بس منساش حد بيزعل مننا واللي موجودين ولا الكاميرا كمان حابين أشكر كلكم نسمع بعض القصيدة هل ممكن عندكم حاجة حاصلة للبرنامج قصيدة وصف مصر هل ممكن نسمعها في اختام البرنامج ولا نسمعها نحدي قصيدة جاهزة ولا نسمعها من أستاذ أحمد وأنا نسمعها من أستاذ أحمد نسمعها من أستاذ أحمد الأول إن أنا كنت عايز يعني هو الأسف ما فيش وقت مع الأسف تحيتي برضو للبرنامج كله ولهذه القناة الجميلة الصحة وجمال ولجميع المعدين والمخرجين والمصورين ولكل ما هو تم إعداده لهذه الحلقة الحلقة الجميلة ديت وأنا واسق إن الحلقة ديت إدت انطباع للمجتمع المصري كافة بإذن الله وهتكون حلقة نجاحة على إنه كل مواطر كان ينتظر هذه الحلقة وصف مصر مصر التي كم حار فيها غاصب دوما ستصند للمكائد والمحن مصر المساجد والكنائس والهدى داوي جراحك رغم أشواك الزمن ظن الكلاب بأنهم أسد الفلا وتكالبوا كالدود في جسم الوطن يا مصر ذكرك في الكتاب مهابة وسعادة من لا يداني وابن